اشتركوا في القناة الذي نصبر عليه في الدنيا قياساً بما قد نواجهه في الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد هذا سؤال مهم جداً يتعلق فعلاً بالابتلاء والصبر على البتلاء في الدنيا مقارنة بالنعيم الذي ينتظر هذا المبتلى وأيضاً مقارنة بغفران الذنب الذي يعني يعد به المبتلى هناك يعني إجابة نبوية تغنينا جميعاً بكل قراءاتنا وفلسفاتنا لخص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني خمس ست صدور يقارن فيه بين نعيم الدنيا وماذا يسوى بالمقارنة بلحظة في عذاب جهنم بلحظة واحد بلحظة أو يصبغ صبغة في النار يعني ينزلوا كده وطلعوا ثم الحديث ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ تشوف الغمس الوحدة حتنسيه كل اللي شاهده تنسيه ما تناعم في الدنيا كل ما تناعم في كل حياته ويسأل ويسأل فيقول طبعاً لا يقول هو فاكر وبيجامل لا هو نسي ما فيسش فيقول لا والله يا ربي يعني ما رأيت خيراً قط ولا شفت نعيم فده يجعل الإنسان يعني يستبشر ويتحمل الابتلاء سواء كان هذا الابتلاء يعني قوي شديد أو كان حتى ابتلاء خفيف يعني ابتلاء بال مثلاً بأنه لم يوفق مثلاً في عمل معين وظل في عمل أقل في ناس تقول بقى عمرها كله وهي حزنانة على ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة وريح الجنة المبتلين بقى بالأمراض المبتلاء المبتلاء ودى المبتلاء وبألان طبعاً أشدهم بؤساً يعني فقر وجوع ومرض وكله لكن من أهل الجنة لأنه طبعاً صابر ومستقيم فيصبغ في الصبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط فمن هنا الصبر على البلاء شيء هين جداً يعني مثل هذا الحديث يهون على الإنسان الصبر على البلاء ويحذر الإنسان من الركود من ركون إلى الدنيا وفتنتها ومباهجها طب ماذا لو منحنا الله سبحانه وتعالى المنافع والخيرات دون ابتلاء هل تستوي الحياة دون ابتلاءات دون اختبارات لا طبعاً هذا السؤال سؤال يعني سألوه كثيرون يعني من مزاهب ومدى الأخرى قالوا يعني لماذا الله سبحانه وتعالى بإمكانه وفي قدرته أن يدخل الناس الجنة وحسب المراتب والمنازل العلية التي يريدها لهم والتي يعني جعلها وقفاً على الابتلاء دون ابتلاء وأيضاً ممكن يكفر السيئات بدون ابتلاء هذا الكلام كلام يعني كلام أحلام لأنه ينسى بقية الصفات الإلهية وفي مقدمتها الحكيم الحكمة العدل العدل لا يساوي بين يعني المؤمن والكافر بشكل مطلق وإلا الدنيا مش حيبها فيها مؤمن وكافر لأنه حينعم على داوين عم على داوين وبعدين كمان حيدخل الجنة لأنه برضو داخلها في النعيم ويدخل النار لأنه أيضاً داخل في الابتلاء كذلك لا يتميز المؤمن من الكافر لا يتميز الخبيل مدام كله ضمعان في كل شيء يتم له دون ابتلاء دون عناء ودون عمل ودون ودون إلى آخر فهذا الوضع يجعل الدنيا وكأنها لا معنى لها أو يجعل الحياة لا معنى يبضل السواب والعقاب تبضل التكاليف تكلفني ليه مدام أنا أقول لك أنت قادر أن أنا كنت الدكيل للجنة من غير ما تكلفني به الصلاة والصيام والحج والكلام هذا فإذن هذا السؤال خيالي إلى أبعد حد أيضاً هناك إجابة ثانية مثلاً في حياتنا الدنيا على الأم خلينا مثلاً مثلاً الأم الأم مع الضفل حين تفضمه توقف الرضاع طبعاً توقف الرضاع تحمل البكاء الألم الصراخ وهي أيضاً تتحمل معه هذا فترة طويلة فكان ممكن يقول لها خلاص أنت أكلي على طول بدون ما يمر بمرحلة البؤسة بدون آلام وبدون عنام لأن الفطام عنام نعم بالضبط اللي بيقول ربنا الديني من غير ما تبتليني بالضبط سؤال وزي سؤال إحنا ليه الأمة تعرض نفلها لهذه الألام في انتظار انتهاء الفطام والانتهاء الرضاع والأكل ما تدينه على طول لو عدته الأكل على طول يضر يهلك طبعاً لكن هي تعلم هي لا تؤلمه بقصد الألم والله سبحانه وتعالى لا يبتلي عبده بقصد الإلام ولكن يبتليه لما ينتظره من خيره ومرة أخرى برضو اللي هو وعسى أن تكره شيئاً وهو خير وشيئاً في المطلق مطلق أي شيء ومع الكره فكيف يعني بعدين يقول لك الكره ده واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً طبعاً أسماء الله الحسنى معين لا ينضب من الخيرات ولكن لكل عبد نصيب من هذه الخيرات حتى لو كان بسيطاً فما هو نصيب العبد من اسم الله البر إيه اللي نتعلمه وإيه اللي يجب أن يتجلى في سلوكنا وفي حياتنا من إيماننا ومعرفتنا بأن من أسم الله الحسنى البر نعم قال العلماء أن البر مع الله هو الطاعة الطاعة المطلقة لأنه يعني يستسلم ويسلم أمره إلى الله وهذا أمر معروف لكن بالنسبة لكن بالنسبة للأب للأب والأم البر بمعنى أنه لا يعني يتجاوز لا في فعل ولا في قول حتى كلمة أف نهى عنها القرآن الكريم لا في شباب كثير أو بيقولوها يا مولانا بصور مختلفة إذا صدرت منه فهذا إنسان أو هذا ولد أو بنت غير بار وفيه عقوق وعقوق الوالدين ده من أكبر الكبائل أما بالنسبة للآخر يعني اللي عايز تطبق الإسم ده عليه بالنسبة للناس فطبعا ألا يعني يكون فظا غريز القلب في معاملتهم أو في تعامل معهم سواء بالأفعال أو بالأقوال إذا عدنا إلى الموضوع في هذه الأيام تجاوز كل الحدود وأصبح الكثير من الآباء والأمهات في حزن شديد من معاملة أولادهم لهم لأنهم أنفسهم ما عملوا آباءهم وأمهاتهم بهذه الصورة ف ده طبعا له أسباب كثيرة لا توجد تربية لا يوجد يعني تعليم في يركز على هذه القيم نحن كنا نتعلم القيم في المدرسة يعني في الابتداء والإعدادي وفي البيت وكان برضو احترام الأب شيء ده يعني ده ده خال بيقول عادي خال طلح مرده فعلا النهارده برضو الأم نفس الشيء لكن النهارده البنت بسهولة مثلا ترفع صوتها في عقوة مع أمها أو تتبكتها وتقول أنت مش فهمها كذا أنت مش عارفة كذا يعني طيب ما جزاء العقوق معاقد والدين ده عق والدين في الدنيا والأخيرات أكبر الكبائل ويعني إذا استعرضت آيات القرآن الكريم ويعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسنا كأن العقوق ده يجي بعد الشرك مباشرة فطبعا يعني وده معروف وبر الوالدين كمان فيه ما شاء الله فيه يعني ساعة الرزق في طول الأجل فيه الجنة فإحنا طبعا بصراحة بتغزونا البرامج الأجنبية وأنا يعني أتمنى والله لو تكون هناك لا أقول مؤتمرات ولكن اجتماعات على مستوى وزراء التربية والتعليم ولازم ننظر في هذا الأمر لإصلاح أو لتقويم العلاقة بين الأبناء والأبناء لتقويم التربية وتقويم التعليم لتنين لتنين طب كيف يتعامل وإحنا كفي الأظهر برضو نفس الشي يعني إحنا برضو بس الحمد لله لا نعاني من هذه الظاهرة لأن المقررات بتاعتنا اللي هي بتتعامل مع التلميذ يوميا في الإعدادية أو السنوي فيها تأكيد على هذه تأكيد على هذا المعنى إحنا عندنا يعني المسألة ففيه تقويم ثقافي أو وعي ثقافي من حيث لا يشعر التلميذ فضيلة الإمام الأكبر الأساد الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلسي حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار الملهم والنافع وأحباءنا الكرام إلى أن نلتقي مجددا والإمام الطيب نترككم في رعاية الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته